اهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم 10 اليوم الثالث لكأس الأمم الأفريقية بدأ بعنوان مش جايين هزر ومش بعناش من الآخر كده دي كانت الرسالة الأولى للمنتخب السنغالي في مطش النهاردة ضد جنبيا 3-0 مع الرقفة مع الرقفة سلوبه هجومي مواهب ولعيبة صغيرة طبعا كان أبرزهم لمين كامارا صاحب العشرين سنة المحترف في صفوف ميدز الفرنسي اللي ليه قصة وحكاية هعرفك عليها بالتفصيل بعد شوية من الواضح كده أن نسخة كأس الأمم الأفريقية 2023 مش هيعدي يوم فيها إلا بمفاجأة أو بحاجة مش متوقعة وده بعد ما منتخب غينيا النهاردة فرض التعادل على المنتخب الكاميروني بهدف مقابل هدف علشان يبدأ الأسود مشوارهم في كان 2023 بتعصر ربما يكون مفاجأة اليوم يخلص على كده؟ لا تعادل جديد بمفاجأة جديدة وبعد يبدأ قوي جدا من المنتخب الجزائري بهدف عن طريق بغداد بنجاح في الديئة 18 لكن وعشان البصمة المصرية سبحان الله لازم تبقى موجودة مبلولو مهاجم الاتحاد السغندري ومهاجم المنتخب الأنجولي والمحترف بصفوف الاتحاد زي ما قلت لحضراتكم سجل هدف التعادل من ركلة جزاء علشان يتعثر المنتخب الجزائري هو الآخر في بداية المشوار في كان 2023 بداية غير جيدة للكبار في كأس الأمم الأفريقية باستثناء المنتخب السنغالي وأيضا المنتخب الإبواري صاحب الأرض غير كده الكل تعصر سواء بتعادلات أو بهزايم في بداية المشوار حتى هذه اللحظة البطولة شكلها حلو بعيد عن اللي حصل معنا قدام موزنبيك إن شاء الله نعوضه قدام غانا بس البطولة بتقول لك إيه؟ بتقول لك حرفيا وعمليا وعمليا يعني دايما إحنا الجملة دي بنقولها بس ده الترجم عمليا في البطولة دي إنه خلاص فأفريقيا ما بقاش فيه منتخبات صغيرة كله منتخبات كبيرة والمستويات بقت متقربة جدا يعني لما تيجي تلاعب عن جولة مش هتقول عليه منتخب صغير لما تيجي تلاعب غينيا مش هتقول عليه منتخب صغير لما تيجي تلاعب موزنبيك مش هتقول عليه صغير